شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع والاحتياجات اليومية للمواطن بقضاء الدجيل ارتفاعا كبيرا في أسعارها الأمر الذي أرهق ميزانية أصحاب الدخل المحدود والأسر المتعففة التي تعيش وضعا اقتصاديا صعبا مع استمرار الغلاء الكبير الزميل فاضل عنصاري لديه المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي اشتكى مزارعنا بقضاء الدجيل من الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة الكيميائية مع عجز الحكومة وزارة الزراعة بدعمهم بهذه المادة التي تعد من الضروريات في تحسين وزيادة الانتاج الزراعي طالب الحكومة المركزية أن نتوفر للمواد الكيميائية المواد الكيميائية ضرورية للفلاح المواد الكيميائية الزيد من الوارد الزيد من الحاصل والتغيير جذري المواد الكيميائية عن العام العام كنا نجيب هذا اليوريو بثلاثمائة ثلاثمائة وخمسين الآن أصبح بمليون هذا اليوريو والكيميائي والداب مليون ينصعد الفلاح زيان من يجيب؟ ما عنده ذي شيء مكانية فنطالب من الحكومة المركزية أن توفر الفلاح ساعد الفلاح عليه هاي المادة يعني القاع الزرع ما يصير يضامه مواد كيميائية اليوم وصل الطاني الكيميائي العادي من مليون وقبل العام سعره ثلاثمائة وخمسين بالنسبة للداب كان سعره ثمانمائة وسبعمائة وخمسين هسه صار بثلاثة ملايين بالنسبة للدولة ما جاية يتموننا ولا الوزارة جاية يتمون الفلاح بالنسبة للفلاح ما يقدر يشتري كيميائي بهيش أسعار ولا يقدر يزرع على هذا الغراء بالنسبة للكيميائي فيما طالب فلحون وزارة الزراعة بتوفير الأسمدة الكيميائية فارتفاع أسعارها الجنوني جعل المزارعين في وضع لا يحسد عليه لكونهم غير غادرين على تأمين هذه المادة لمزارعهم في هذا الموسم نطالب وزارة الزراعة بديمومة أو دعم الفلاح بمواد الكيميائية حيث أصبحت المواد الكيميائية من المليون إلى ثلاث ملايين والفلاح لا يستطيع أن يتحمل هذه المبالغ لشراء المواد الكيميائية وأصبح للدونم الواحد تجهيزة 5 كيلوغرامات فهذا بالنسبة للفلاح قليل جدا فنرجو من وزارة الزراعة بدعم الفلاح في محاوصة عدين غضاء الدجال وتعتور الزراعة هي المورد الرئيسي بالنسبة للفلاحين في غضاء الدجال وإذا لم تدعم الفلاح الحكومة فيصبح الفلاح هو مضطر إلى الهجرة إلى المدينة بسبب قوة عيشة آلاف الدوان مهددة بالتصحر بسبب قلة الدعم الحكومي لشريحة كبيرة من المزارعين لقناة صلاح الدين الفضاء يا فضل أنصاري قضاء دجال